اشتركوا في القناة تنويع مصادر الدخل وبالشكل الذي يتناغم مع رؤية البحرين عشرين ثلاثين من بعد نجاح النسخة الأولى منها ومن خلال ما تمخض عنها من أرقام إيجابية وإحصائيات تبشر بالنهوض بالقطاع السياحي أكثر فأكثر أفصحت الطبعة الثانية من الاستراتيجية السياحية لمملكة البحرين للأعوام الفين واثنين وعشرين ولغاية العام الفين وستة وعشرين عن ملامحها الوطنية التي تعيد بوضع المجال السياحي ضمن المجالات الواعدة لرفض الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل بالشكل الذي يتناغم مع رؤية البحرين عشرين ثلاثين استراتيجية كانت قد حظيت بموافقة مجلس الوزراء الموقر خلال اجتماعه السابق برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله إيمانا وتأكيدا من قبل الحكومة على أهمية إبراز مكانة البحرين كمركز سياحي عالمي وزيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي وإحداث تصاعد في عدد الدول المستهدفة لجذب المزيد من السياح وصولا إلى تنويع المنتج السياحي المتمثل بالواجهات والأنشطة البحرية وسياحة الأعمال والسياحة الرياضية والسياحة الترفيهية والسياحة العلاجية والسياحة التراثية والإعلام والأفلام السينمائية هيئة البحرين للسياحة والمعارض سارعت نحو وضع عدد من المنطلقات الرئيسية التي تنضوي تحتها العديد من المبادرات والمشاريع التي من شأنها تحقيق أهداف الاستراتيجية ضمن المدى الزمني الموضوع لها ولعل من بين أهم تلك المنطلقات هي تسهيل الدخول إلى البحرين إضافة إلى تنويع وتطوير عناصر الجذب السياحي بما تتضمنه من مشاريع وفعاليات والتسويق والترويج بالشراكة مع القطاع الخاص والناقلة الوطنية طيران الخليج إلى جانب تعزيز مقومات الإقامة السياحية ومتطلباتها من تحسين لفرص الاستثمار السياحي وتطوير البنية التنظيمية الحاضنة لها إعداد النسخة الثانية من الاستراتيجية السياحية لمملكة البحرين اتكأت على معطيات التجربة الأولى التي أظهرت حدوث ارتفاع في نسبة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي من 4.16% في العام 2015 إلى 6.18% في 2019 ناهيك عن زيادة في إجمالي إنفاق السياحة الوافدة من مليار دينار إلى مليار ونصف المليار دينار خلال الفترة ذاتها ناهيك عن زيادة في إجمالي إنفاق السياحي ناهيك عن زيادة في إجمالي إنفاق السياحي ترجمة نانسي قنقر